يعني إذن الأولى نأتي بماذا؟ بما ورد في الكتاب والسنة وهذا أولى لأن هذا مجمل وبالأمس خذنا قاعدة قلنا كل ما لم يرد في كتاب ولا سنة إثباته ولا نفيه لا نثبت ولا ننفي ونسأل عن المعنى الجهة هنا هل الجهة نثبتها لله أو ننفي الجهة عن الله نقول هذه اللفظة لفظة جهة لم ترد في كتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا فماذا نصنع لا نثبت ولا ننفي ونسأل عن المعنى ماذا تريد بالجهة؟ قال أريد بالجهة إثبات علو واستواء وفوقية حقيقية تلق به سبحانه وتعالى نقول هذا حق لكن لا تتكلم إلا بما جاء في الكتاب والسنة أثبت العلو والفوقية والاستواء نعم وإذا أردت بالجهة أن المخلوقات تحيط بالخالق نقول هذا باطن بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة مفهوم؟ أي نعم وانتهى الباب ولله الحمد والمنة ترجمة نانسي قنقر